طيب، ندخل في موضوعنا بما أن احنا متكلم على المستوى الخارجي للي بيتابع من بعيد كمواطن أو حتى من قريب كل يوم حيلاقي إنه إحنا حدودنا فيها متغيرات كتير قوي أخيرها التصعيد الإسرائيلي اللي بيحصل النهاردة وأخيرها وصول مركب عسكري مصري علي عدد من المصريين والأجانب من السودان سياسياً حركت بص على حدودنا في اللحظة الحالية إزاي؟ والله أنا بحس ساعة إن كيني يعني ساعة مش عايزة أقول نظرية المعامرة لكن بأتوهم كده من قبيل الإحساس بالوطن وظروف وصعوبته كأن هناك محاولة للتطويق نصر يعني شوف الجبهة الجنوبية وكيف فتحت الآن يعني موضوع زي موضوع صد النهضة إنسى مش هتقدر تعمل فيه تخدم دلوقتي في خريب العاجل لسبب بسيط أنه البرتنر غير الطرف التالت الطرف اللي كان معاكل هو السودان لم يعد لها وجود بس بالتأكيد يعني كل مع الأسف إقلمنا مثقل بالهموم فليه بتعلقها في نظرية المعامرة؟ عليش ما أنا مقولش معامرة أنا بقول إن أنا بتصور لا مصر هي الجائزة الكبرى اللي مش فهم كده يفهمها مصر هي قلب المنطقة السيطرة على مصر رسي السيطرة على شمال أفريقيا وهرب أسيا بالكامل مش أنا اللي يقول كده كل كتب الاستراتيجي من القرن التسعة عشر يقول كده مش ممكن أبدا أن تسخت هذا من حساباتك فمصر مستهدفة يعني هو أنت دلوقتي اللي ما يبع في جنوبك هذا النار وهذا اللهيب وهذه التوترات ترى أن في حدود آمنة لما يتحول الجيش إلى ميليشيات في الدولة المجاورة تماما والجيش السوداني كان ثالث جيش في أفريقيا يزمح له وجود له بهذه الصورة النهاردة كان فيه مستشار لرئيس جنوب السودان بيقابل سيد رئيس الجمهورية وإحنا سيد وزير الخارجية في جولة أفريقية هل مصر بتتعامل استراتيجيا أنه أفريقيا تكون صاحبة الحل أو صاحبة المحاولة الأكبر للحل الأفرقى شديد الحساسية لأي تدخل عربي في مشكلتهم أو تدخل أجنبي إلا إزاكات الولايات المتحدة الأمريكية السعودية نجحت مع الولايات المتحدة الأمريكية نجحت بالحكم الإمكانيات الولايات المتحدة الأمريكية هي رأس الفكرة والمملكة العربية السعودية تقوم بعمل جسر جوي وإنقاذ المواطنين ومساعدات ومعاناة وهذا يعني أمر يشكر بالسعودية ولا تزمى عليه إطلاق إمتى يتنقل موضوع الهدنة لوقف إطلاق نار حقيقي لأن يحدث سازف غريب العاجل لأنه كلاهما بيحاول أنه يسيطر على الأرض حمدته بيحاول يسيطر على أكبر جزء من المناكب الزكانية في الخرطوم قدر الإمكان الجيش بدور على المواقع الاستراتيجية اللي هي قيادة الجيش مفهوم من قصر الجمهوري الوحدات العسكرية المهمة فريع الفتاح البرهان قال أنه يتخوف من منطقة الإسراع المسلح أو أن الحرب دي تمتد لخارج الخرطوم ما خد تمتد يعني هو وضع سائي جدا والعدوى واردة في درفور وربما بعد كده في كردفان وبعد كده ربما في النوبة السودانية على النوبة يعني الوضع صعب للغاية السودان ما يعني لأنه الواحد اللي ما يرعى عن الأقديم هي فرحة إثيوبيا إثيوبيا في وضع الآن الدولة اللي هي بتنازحها العدود على الأرض في ديلمة زي ما كده غائبة اتنين مصر التي تتحدث عن سد النهضة لن تجد الأولوية في الحديث عن السد ولن تجد أزان صاغية للاستماع عليها بهذه الأولوية مشكلة السودان الأول اه مشكلة السودان الأول طب ليه السودان لغاية النهاردة يعني وحرك صحح لي يمكن ده غلط لكن اللي يتابع المناطق والأقليم السودانية المختلفة يلاقي أنه الغاية دلوقتي فيه حركات انفصلية هي حركات انفصلية فيه انتماء للقبيلة بالزبط مفيش إحساس الدولة بشكل كبير ليه رغم أن السودان دولة يعني عريقة تعتبر في المنطقة مظبوط لكن طول عمرها كان فيها جماعات يعني كان فيها نمر ده اسمه اللي بتاع اللي قتل ابن يحمد علي كان فيها عبدالله التعايشي كان فيها مجموعات معينة المهدية طبعا والختمية والحاجات دي كلها دولة متعددة دولة مترامية الأطراف لكن فكرة الدولة والحكومة الكاملة مش فكرة راسخة في الثقافة السودانية؟ لا لم تكن راسخة جزء جبير منها كان مندمج مع مصر تحت التاج البريطاني وجزء آخر منها كان بيحارب حروب موضعية في مكانه ولم تكن أبدا بالمركزية والقوة والوضوح إلا بعد الاستخلال والمركز دايما الخرطوم والمركز دايما الخرطوم طبعا وخرطوم مدينة كبيرة هارضة